مين هيوقف في منطقة الخطر ومين هيروح على منطقة الأمان ليه في البلوروم أكتر مكان بيرتاح فيه المشتركين معنا دلوقتي مهند ووليد وأمير ويعقوب خيرت الشباب بالصراحة يعني أربع شباب أربع أصوات خوية جدا فيه واحد منكو هيروح منطقة الخطر وهنسعى عليه أكيد إنه وراع منطقة الخطر بس أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا إن النتائج اللي إحنا بنقولها مش هي الترتيب النهائي للمشتركين ده الترتيب اللي وحيد اللي إحنا بنقوله هو الناس اللي حصلت على أقل نسبة تصويت وبنقول آخر حاجة مين هو اللي حصل على أقل نسبة تصويت دلوقتي خلينا فكرهوا هيدا اللجنة ألف عليه كوي اللي قالت السيخة اللي عندك بتجننها يعني ما تجنناش كتير دلوقتي ناصر وليد أنت أغنيتلي واقل مبارح وأحلام طلبت من واقل إنه هو بعد كده يختار لك الأغاني هل هتبدل للإسجوع اللي جاي عشان واقل يختار لك جونية أنا أعرف أحد شعارف يعقوب بيت كويس أجد إن شاء الله يعني اللجنة قالت إن أنت كنت ملتزم بمسؤولية اللي عليك إن أنت أغنيت كويس مبارح رغم أن أنت تعبان وعملت اللي عليك السراحة وكلموا عنك كويس كبير ده كان رأي اللجنة بس يا ترى إيه هو رأيكم واحد من نوك وإنتوا الأربعة هيروح على منطقة الخطر وتلاتة هيروحوا على البلوروم اللي هي منطقة الأمان الاسم اللي أنا هقوله دلوقتي هو اللي هيروح على منطقة الخطر معنى كده إن هو أقل وهاحد حصل على أقل نسبة تصويت من المجموعة دي مش بس من المجموعة دي من مجموعة 12 مشترك الاسم اللي حصل على أقل نسبة تصويت وهيروح دلوقتي على منطقة الخطر هو وليد بشارة من لبنان أرض لك يا وليد روح على منطقة الخطر